السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير بالنسبة للتمرين الثلاث كيحتوي صندوق على عشر كرات ثلاث كرات خضراء وست كرات حمراء وكرة واحدة سوداء لا يمكن التمييز بينها باللمس نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث كرات من الصندوق لاحظوا قمت برسم خططة توضيحية لمعطيات التمرين وبجانب الصندوق وضعت مجموعة الكرات يعني العدد الكلي للكرات المتواجدة داخل الصندوق نعتبر الأحداث التالية A. الحصول على ثلاث كرات خضراء يعني نحصل على ثلاثة كرات بثلاثة بهم يكونوا خضرين B. الحصول على ثلاث كرات من نفس اللون يعني إما يكونوا كلهم عندهم نفس اللون يعني بثلاثة بهم يكونوا خضرين أو بثلاثة بهم يكونوا حمرين أو بثلاثة بهم يكونوا سوداء ولكن هذا غير ممكن لأن السحب هنا هو سحب تآني في مرة وحدة نسحب ثلاثة الكورات يعني ما يمكنش يكونوا بثلاثة بهم من اللون الأسود الحصول على كورتين على الأقل من نفس اللون ما معنى ذلك؟ يعني أن نحصل في كل سحبة على كورتين من نفس اللون أو أكثر إنما نقول على الأقل يعني إما مثلا كورتين من اللون الأخضر أو ثلاث كورات من اللون الأخضر كورتين من اللون الأحمر أو ثلاث كورات من اللون الأحمر والكرة الثالثة إذا مثلا ركزنا على لون معين تكون من الألوان الأخرى المتبقية إذن أولا السؤال قال بين أن احتمال الحدث A هو 1 على 120 واحتمال الحدث B هو 7 على 40 إذن نبدأ بالحدث A بما أن الكرات لا يمكن التمييز بينها باللمس إذن لدينا الكرات العشر لا يمكن التمييز بينها باللمس لا يمكن التمييز بينها باللمس يعني احتمال الحدث الابتدائي A هو كاغد A يعني مجموع إمكانيات الحدث A على كاغد أوميغا يعني مجموع الإمكانيات في كون الإمكانيات لدينا السحب يتم عشوائيا وتآنيا لثلاث كرات من الصندوق إذن كاغدينال أوميغا سيكون هو سي ثلاثة من بين عشرة وهذا العدد يساوي عشرة عاملي عشرة ناقص ثلاثة عاملي عفوا عشرة عاملي على عشرة ناقص ثلاثة عاملي في ثلاثة عاملي بتطبيق هذه الخاصية أو العلاقة نجد عشرة في تسعة في تمانية في سبعة عاملي على سبعة عاملي كون سبعة عاملي جاءت من ثلاثة ناقص ثلاثة في ثلاثة عاملي وهي ثلاثة في اثنان في واحد نختزل بالعدد كما تلاحظون سبعة عاملي لتبقى النتيجة هنا هنا لدينا إمكانية الاختزال بتسعة بثلاثة لتبقى هنا ثلاثة وهنا ثمانية نختزل باثنان تبقى هنا أربعة إذن النتيجة هي عشرة ضرب ثلاثة ضرب أربعة والنتيجة النهائية هي مئة وعشرون الآن نحسب كاغد بآ كاغد آ بما أن آ يمثل الحدث سحب ثلاثة كرات خضراء لدينا التركيز هنا على اللون الأخضر وسنسحب ثلاثة كرات خضراء يعني سي ثلاثة من بين مجموعة الكرات الخضراء وهي ثلاثة كرات فقط وهذا يساوي حسب الضرس سي آن من آن دائما يساوي واحد ومنه بآ يساوي واحد على مئة وعشرون نمر الآن إلى إحساب الحدث بي الحدث بي يقول الحصول على ثلاثة كرات من نفس اللون الحصول على ثلاثة كرات من نفس اللون كون السحب هو هنا تآنيا لثلاثة كرات فإن الكرات إما ستكون جميعها كرات خضراء إما ستكون جميعها كرات خضراء يعني ثلاثة كرات خضراء أو أو الكرات الثلاث هي ثلاثة كرات حمراء ثلاثة كرات حمراء إذن لاحظوا هنا الكرات لها نفس الحجم يعني فقط هذا فقط شكل توضيحي إذن سوف نكتب بالنسبة للأسود لا يمكن لأن فقط لدينا كراء واحدة سوداء هنا مجموع الكرات الخضراء يساوي ثلاثة يعني ثلاثة كرات من بين ثلاثة وهنا مجموع الكرات الحمراء هو ستة في داخل الصندوق إذن سنسحب ثلاثة كرات من بين ستة كرات إذن بي 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 هي كاردينال ديال بي يعني على كاردينال أوميغا كاردينال بي يعني نبدأ باللون الأخضر يعني سي ثلاثة من بين ثلاثة أو يعني زائد سي ثلاثة من بين ستة كرات على مئة وعشرون ستة من بين ثلاثة هي واحد زائد ستة من بين ستة حسب العلاقة هي ستة عامل يعني ستة عامل على ستة ناقص ثلاثة عامل وهي ثلاثة عامل في ثلاثة عامل الكل على مئة وعشرون تساوي واحد زائد ستة عامل هي ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة عامل هنا لم أقوم بحسب ثلاثة عامل لأنني سأختزلها مع ثلاثة عامل لكن في البسط المتواجدة في البسط وهنا ثلاثة عامل تساوي ستة حتى أستطيع أن أظهر الاختزال الثاني وهو ستة مع ستة الكل مقصوم على مئة وعشرون لتكون النتيجة هي واحد زائد عشرون على مئة وعشرون هي واحد وعشرون على مئة وعشرون وبعد الاختزال بثلاثة تكون النتيجة 7 على 40 وهذه هي النتيجة المطلوبة في السؤال C قال أحسب بـ C السؤال الثاني أحسب احتمال الحدث C الحدث C والحصو الأقل على كورتين من نفس اللون سأستعمل طريقتين الطريقة الأولى والطريقة التي مضمونة وستكون متأكد 100% على أنك أجلت بطريقة صحيحة ما معنى على الأقل؟ إما كورتين في كل سحبات من لون معين أو أكثر من ذلك العدد بما أن الكورات التلات الذين في السحب هناك ثلاثة كورات إذن فإما يجب أن نضمن في جميع الحالات تواجد كورتين أو أكثر هذا هو معنى على الأقل هنا الحالة الأولى إما تكون كورتين من لون الأحمر والكورة التالتة ليست حمراء أو ثلاثة كورات حمراء إذن هنا لدينا كورتين من نفس اللون وركزنا على لون الأحمر نذهب إلى لون الأخضر إما كورتين من اللون الأخضر والكورة التالتة ليست خضراء أو أكثر من كورتين من اللون الأخضر يعني ثلاثة كورات وفي الحالة الخامسة كورتين للون الأسود إذا ذهبنا إلى اللون التالت أو جميع الكورات السوداء لاحظوا بأن هذه الحالتين الأخيرتين حالتين مستحيلتين كون عدد كرات المتوفرة في الصندوق هي كرة واحدة سوداء ولا يمكن أن نسحب ثلاث مرات يعني ثلاث كرات سوداء كون السحب هنا تآنيا لو كان السحب بالتتابع وبإحلال فإنه يمكن سحب ثلاث كرات إذن هنا نشطب على هاتين الحالتين وبالتالي لحساب كاردينالدوسي فإننا سنذهب حالة بحالة وهنا أربعة ليست هناك حالة كثيرة إذن نقول السي 2 من بين عدد كرات السوداء الحمراء وكرة واحدة ليست حمراء يعني السي 1 من بين الألوان الأخرى وهي أربعة زائد هنا السي 3 من بين 6 لأن 3 كرات حمراء من بين الكرات الحمراء وهي عددها 6 ثم أو يعني زائد كرتين من اللون الأخضر يعني السي 2 من بين 3 في واحدة من بقية الألوان يعني 7 زائد و 3 كرات من بين 3 كرات المتوفرة الخضراء الكل نقسم على 120 إذن تساوي 15 في أربعة هي 60 زائد 20 زائد 21 زائد 1 الكل قسمة 120 لتكون النتيجة هنا 102 على 120 باستعمال ألا حاسبة يعني يمكن أن نجد الاختزال التالي أو نختزل ذهنيا لنجد نقسم على 2 أولا لتكون النتيجة هي 51 قسمة 60 ثم نقسم من جديد على 3 لذن نجد 17 على 20 وهذه هي النتيجة بالنسبة للطريقة الأولى الطريقة الثانية سنستعمل الحادث المضاد الحادث المضاد هو السبار الكرة الثلاثة مختلفة اللون متنى متنى إذن إذا كان الحادث السي هو الحصول على كرةين على الأقل من نفس اللون فالحادث المضاد هو الحصول على كل كرة من اللون يعني كل كرة من اللون يعني إذن بالتالي إذن سوف نحسب كاردنات C كاردنات C سيكون هو C واحد من بين واحد لأن الذين كرة واحدة فقط سوداء والC واحد من بين ثلاثة في C واحد من بين ستة لتكون النتيجة واحد في ثلاثة في ستة هي 18 وبالتالي P ديال C باغ هتكون هي 18 قسمة 120 إذن نقسم على 2 نجد 9 على 60 نقسم على 3 يعني 3 على 20 إذن P ديال C باغ زائد P ديال C نعلم أنها تساوي 1 مجموع الاحتمالي الحادث والحادث المضاد إذن P ديال C هي 1 ناقص P ديال C باغ يعني 1 ناقص 3 على 20 بعد توحيد المقام نجد 20 على 20 ناقص 3 على 20 وهي 17 على 20 انتهى التمرين إذا كنت وجود في القناة لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد ادعمونا بلايك فهذا يشجعونا على الاستمرار